اشتركوا في القناة من انواع التصنيفات يعتمد على مصدر البوليمور فنشوف انه المصدر الاول هو الناتشرال البوليمور اللي يجينا من الطبيعة مثل السليلوز والستارش بصورة عامة الكربوهيدريت البروتينات والمطاط الطبيعي الربر اللي ممكن ان ينتج من بعض انواع الاشجار النوع الاخر بالاعتماد على السورز نسميه بس سمي سنفاتيك بوليمور الحقيقة انه مشكلة السليلوز اللي هو واحد من اهم البوليمورات الطبيعية لكنه لا ينصهر ولا يذوب لذلك ما نقدر نصنع منه اي شي شنو يسوون هنا حتى نستفيد من عنده لانه موجود بكميات هائلة بالطبيعة يسوون عملية موديفكيشن نسميها تحوير بالتركيب الكيميائي شوية نبدي نغير بالتركيب الكيميائي لذلك راح نسمي سيمي سينثاتيك شبه مخلق او شبه محضر بالمختبر فهو معتمد هنا على بوليمور طبيعي من مصدر طبيعي ولكن سوينا لعملية تحوير بسيطة دخلنا عليها مجموعة فعالة بسيطة مثلا حتى نحسن من خصائصه حتى يكون يا اما قابل للانصهار يا اما قابل للذوبان حتى نمشي بالامور التصنيعية من اهمه السيلولوز اسيتيت مجرد انه ادخل الاسيتيت راح ينطيني خيوط رايون اللي تدخل بصناعة الانسجة والاقمشة السيلولوز نايتريت ادخل النايتريت على السيلولوز راح ينطيني صنف جديد من المركبات مثل هذه الافلام اللي تستخدم في افلام التصوير سابقا ايضا مثل كاربوكسي مثل سيلولوز ادخل علي مجموعة كاربوكسي مثل فرح ينطيني هذا السي ام سي اللي يكون هو ومثخن يستخدم في صناعة الايس كريم النوع الثالث اللي يعتمد تصنيفه البوليمور على المصدر هو وهذا البوليمورات محظر بالكامل بالمختبر يعني معتمده على استخلاص من مواد صناعية مثل ناخذ المواد الأولية من النفط الخام ومشتقاته مثلا او من اي شيء موجود بالطبيعة مو بالطبيعة صناعي ونبدي كمونومورات وبعدين نبدي نروح للمختبر ونحضره على شكل بوليمور من اهمها طبعا البولياثيلين على سبيل المثال البوليستايرين والنايلون نلعبون النايلون اللي هو البوليامويدات تصنيف الثاني اللي ممكن انه نستخدمه لتصنيف البوليمورات هو بالاعتماد على وهنانا رح يكون عندي ثلاثة انواع رئيسية فأما يكون عندي على شكل لينير مثل ما نشوفه خيط طويل ما بيه اي تفرع اي شيء فنسميه لينير تشين او ممكن تكون بيه تفرعات طويلة التفرعات طويلة مو تفرع هو جزء من المونومور لا يكون سلسل يعني المونومورات هذه كل النقطة هي مونومور فيمشي مونومورات بشكل متفرع مثل اللوجنسيتي بولياثيلين ورح نشوف بعدين بعض الانواع من عدها والنوع الثالث هو الكروسلينك بوليمور او النتورك بوليمور اللي يكون على شكل شبكة ثلاثية الابعاد هنا هذي لا تنصهر ولا تذوب وتكون مواصفاتها كميكانيكال بروبرتيز الخاصة اصل الميكانيكية جدا ممتازة لها بسبب القوة والصلابة اللي رح تمتاز بها النوع الاخر من التصنيف هو التصنيف حسب طريقة البلمورة فاخذنا بالجزء الاول النوعين من البلمورة اللي هي الـ اللي كانت تعتمد على وجود المونومورات اللي تمتلك آصرة مزدوجة فنفتح الآصرة مزدوجة باستخدام هوامل مساعدة نسميها بالانشياتر ورح ناخذها بمستقبل الطريقة بالكامل فينطيني البوليمور المقابل النوع الاخر هو نسميناه ايضا بال condensation polymer اللي هي البلمورة التكثيفية اللي هنا نعتمد على وجود نوعين من المونومورات كل مونومور بيهم على الأقل لازم يمتلك زوج من المجامع الفعالة ففي تحضير البوليستر احتاج انه يكون عندي داي اول وداي كاربوكسيلك اسد حتى ينطيني البوليستر الشغلة اللي يريدنا تحدث عنها الآن الوزن الجزئي للبوليمورات بالنسبة للكيمياء العضوية يختلف مفهوم الوزن الجزئي الهي عن مفهوم الوزن الجزئي للبوليمورات فعلى سبيل المثال جزئة الستايرين جزئة عضوية بسيطة التركيب مالتها هو C8 H8 فلما ردد اطلع الوزن الجزئي رح اضرب 8 ذرات كاربون في الوزن الذريماته 12 زائد 8 ذرات هايدروجين في الوزن الذريماته 1 فرح ينطيني الـ 104 بينما بالبوليمور لا البوليمور هو عبارة عن مزيج من السلاسل البوليمورية فهنا على سبيل المثال هذا النوع من البوليمور عندي سلسلة بيها التسعة وحدات متكررة هنا عشر وحدات هنا يدعش وحدة متكررة فاذا لازم ناخذ معدل للوحدات فتلس سلاسل البوليمور معدلاته هنا لما التسعة وعشر ويدعش كاربيتين يونيت بيها كمجاميع متكررة اللي هي عدد المونيمورات كل وحدة هاي من عدد المونيمور سميناها بالريبيت يونيت الوحدة المتكررة راح يطلع من الأفراج مالتها هي عشرة فنسمي هذا نسميه بالـ DP اللي هو بالحقيقة راح نشوفه اللي هو الـ N اللي دائماً شنا نخليها بينقوسياً الـ N هي راح تكون بالحقيقة degree of polymerization شنا نسميها درجة البلمرة اللي هي عدد الوحدات المتكررة داخل السلسلة البوليمورية الواحدة من هنا أنا ما عندي وزن جزئي ثابت راح يكون عندي معدل للوزن الجزئي فما كو شي عندي في البوليمور اسمه وزن جزئي مثل ما شفنا بالكيمياء العضوية لا بالبوليمور يكون عندي معدل وزن جزئي ولاحقاً راح ناخذ بعض الأنواع يعني هناك ثلاثة أنواع رئيسية لمعدل وزن جزئي بالبوليمور الأولى تسمى بالمعدل العددي للوزن الجزئي والمعدل الوزني والمعدل الزوجي وكل وحدة إلها خصائص ومواصفات لذلك لما أخذ الستايرين مونومور وأسوي لعملية بلمرة المولكر ويت اللي هو الوزن الجزئي للبوليمور راح أحسب من عدد عدد الوحدات المتكررة اللي سميناها بالجي بي هذه الـ degree of polymerization اللي هي الـ N تنضرب في الوزن الجزئي للوحدة المتكررة اللي دائماً نخليها بينقوسياً ونخليه N فهي الوزن الجزئي مالته هو 104 إذا كان عندي على سبيل المثال N degree of polymerization درجة البلمورة ألف فرح نضرب الألف في 104 ليش ألف؟ لأنه هاي المجموعة متكررة ألف مرة معناتها فإذن الوزن الجزئي أو معدل الوزن الجزئي للبوليستايرين اللي يمتلك N يساوي ألف راح يساوي ألف في 104 والناتج راح يكون 104 ألف لو كان مثل هذا العدد أنه الـ DP مالته عشرة، عشرين، ثلاثين فهنانا ما راح يكون عندي بوليمر راح يكون عندي ما نسميه بمصطلح جديد الـ Oligomer متعدد الجزئيات ما يعتبر ضمن صنف البوليمر شكراً جزيلاً وإن شاء الله نلتقي بالجزء الثالث شكراً جزيلاً